عن المعلومات من بعض الجهات الحكومية والشركات العاملة في مجال النفط يمثل المعوق الأهم في عمل مبادرة شفافية للصناعات الاستخراجية والتي يعد عملها معيارا دوليا يهدف للصاح عن العائدات النفطية وطرحها أمام الجمهور والجهات الرقابية المعوقات كثيرة لكن أهمها هي عدم تقديم المعلومة المناسبة في الوقت المناسب من الجهات التي نلجأ إلها للحصول على المعلومة أهم هذه الجهات التي لا زالت تتسبب في تأخير إصدار التقارير هي حكومة تقليم كردستان التي تتمنع لحد الآن بسبب مشاكل بين حكومة اللقيم وحكومة الفدرالية فيما يخص قانون النفط والغاز أبواب الفساد لا يتم الإفصاح عنها من قبل الجهات العراقية لوجود ضغوط سياسية قد تصل إلى حد أن بعض الأطراف السياسية لديها أذرع مسلحة فلا تستطيع حتى الجهات أن تعلن هذه التقارير تساعد الحكومة العراقية وتساعد الدول التي انضوت تحت اسم هذه المنظمة والمنظمات التي على شاكلتها من تحديد مواطن الفساد وإظهار الجهات الفاسدة والمتنفذة بالقرار السياسي تقارير سنوية تصديرها مبادرة شفافية وفقا لمعلومات تجمع من قبل شركات معتمدة دوليا تبحث وتدقق الأرقام والعائدات والفوارق المالية ثم تكشفها للعلن في محاولة لإطلاع الرأي العام عما يجري من عقود النفطية والعسس المالية والنفطية التي تسبق إصدار بعض التراخيص نعتمد على عدة أطراف نقوم بجمع المعلومات من عدة أطراف من الجهات الحكومية ومن الشركات العالمية ونقوم بمطابقة هذه المعلومات وإن وجدنا أي فروقات نقوم بمتابعة هذه الفروقات ما هي أسبابها ممكن ذكرنا أنه ممكن بعض الأسباب تكون نتيجة تأخر في التسجيل لدى طرف من الأطراف نتابع هذه الفروقات لذلك المعلومة تكون موثوقة لأنها مأخوذة من أكتر من مصدر بالتأكيد هذه المبادرة جيدة تخلق وعي للمواطن العراقي يعرف أين تذهب ثروات نفط كم هي ما هي النواقص هل تنعكس إجابا على البطالة الفقر وزارة الصناعة والمالية والتخطيط وهيئة النزاهة أبرز الجهات غير المتعاونة مع المبادرة بإضافة إلى الإقليم حيث خلى هذا التقرير السنوي من أي معلومات وأرقام إحصائية تخص القطاع النفطية في الإقليم أرشد الحاكم الرشيد الفضائية